بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم عن السمع والقلب أثبت العلماء وجود علاقة بين السمع والقلب فالضوضاء التي يتعرض لها الإنسان باستمرار تؤثر على أداء القلب وتؤدي لحدوث الذبحة الصدرية وأن الأصوات الصاخبة المستمرة يمكن أن تسبب مشاكل في السمع والضربات في النوم وتوتر نفسي أيضا والعكس صحيح فالمشاكل القلب في حالات خاصة قد تؤدي لمشاكل في السمع صراح ما نقول له سبحان الله الذي أخبر عن مثل هذه العلاقة بين القلب والسمع في القرآن يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون صورة العراف آية 100 والله أعلم